بصوا يا دا مع الحود شكل مشكلته الشهر ده مادة فقط فقط فلوس احنا عايزين فلوس ايوه دي حايا دي حايا بصوا بك جميل الحود حاشو عمنا ازاي دلوقتي في الناس برقحتان اللي كانوا الفترة السابقة بيمر بمشاكل مشاكل لفسية او مشاكل صحية تعبانين وزعدانين في حالة خمول ما فيش حركة الحود بيصحصح ومفوأ وفعلا نحس في الطاقة دي في صحوة كده تحسوني نشيطة مفوأ ومصحصح عايز ينجز حاجات كمان سيما قلنا لو كان تعبان او بيعني من حاجة فان شاء الله انه هو بيتعافة تماما الحاجة ده كمان معنى حاجة انه لو كان في حاجة في ذكريات الحود حاجة كانت بتقلمه وبتدلق وبتزعله فهو زي ما تقولوا خلاص اخد الصفحة دي وما بقاش يفكر فيها ولا بقت بتقلمه خلاص يعني الحاجة كانت مزعله قبل كده بتوجعه بكل ما يفتكرها ازعل لا خلاص ما بقاش بيزعله تماما طيب ايه اللي نفسه فيه الحود؟ فلوس بس عايز فلوس كأنه الفترة دي مركز جدا المادية ازاي انه هو يحسن او يخلي الحالة المادية بتاعته على اقل حالة مستقرة مش بنكلم في صراء يعني بس على اقل مستقرة والدنيا ماشية تماما دي الحاجة اللي بيتمناها الحود ونطفها ايه الحاجة الممكن تساعدك يا برج الحود؟ الهدف الهدف ومش بس الهدف بصه وعمل ازاي ده بيسابق بيسابق الريح تحرك عايز تعمل تلوس او عايز تحسن او تخلي حالتك المادية مستقرة اجري اسعى جامد ما توقفش استغل الطاقة الفوء اللي جات لك دي اللي هو ايه ده هو انا بعمل ايه هو انا ما بعملش ليه فيبتدي يعمل فيبتدي يحط الهدف فبيسعاله بسرعة جدا ومش بس بسرعة جدا الكارت ده هو الطريق مش ممهد على فكرة هو بيعافر مش سهل يعني الطريق مستهل فا استعد انه لما ديلك عكوسات او عقبات مش لا خلاص مش لاعب لا هتحدى الكارت ده في تحدي انك انت هتتحدى الظروف او الحاجات اللي ممكن تقف وشك تمام طيب ايه الحاجات اللي بتعوق الحود برضو المادة دي الحاجات اللي موقفات كأنه عايز يعمل حاجات كتير بس المادة واقفة معين حاس انه هو مادية مش مش مسك نفسه انه الحلال مادية مش احسن حاجة كأنه عايز يعمل مشروع يمكن عايز يعمل حاجة او يعمل استثمار في حاجة معينة والفلوس مؤثرة معين دي التحديات اللي عند بورك الحود الحود كمان يعني خلينا برضو نقول النصيحة بتاعت الكارت هو كمان حاسس انه هو عايز زق عايز يعني يسأل ربنا يديله دفع او يلهمه حاجة يعني كأنه التحديات كمان اللي عنده انه نفسه في حاجة كده تمان تجيله من غير مامز المجهود هدايا من ربنا طيب مش بعيد مش حاجة بعيدة على ربنا اول حاجة محتاج تدعي كتير جدا وتاني حاجة محتاج تسعى بس واسيب الموضوع بقى خلاص طرمت دعيت وطلبت من ربنا وسعيت يعني المسألة مسألة وقت مش ركتر من جدا تمام ايه النتائج المتوقعة تحصل عند برج الحود؟ بص له كارتة ده هو في معنى العادي خناءة بس دي مش خناءة انا شايفاها منافسة شديدة عند برج الحود لو انت كنت برر المنافسة الفترة اللي فات ساعيك واجتهادك رجام الده والتحدي اللي انت فيه يوصلك لمرحلة منافسة هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هلين عارفين ان اللي بيحصل معا كده ده الشكل من اشكال النجاح على فكرة ان انت خلاص بتسمع والناس ابتدت تغيره منه وتبتدت تغيره من نجاح وكمان المتوقع فرصة مهمة جدا بتيجي بوجه الهود يا رب فرصة الحوت بيحط فيها كل امكانياته وامكانياته كتير قوي قوي ما شاء الله بصوا دول معاه الاربع عناصر بتاع التروه الكوباية العصب الدرهم والسيف الزكاء المشاعر القوة وكمان المادة فحديلك فرصة باذن الله لو مشيت بالرتم ده كده انك نصحل نفسنا بفوق انا فين انا بعمل ايه او انا ما بعملش ده ليه تمام نبتدي نسعى ونجتهد جامد جدا جدا هتوصل لفرصة اللي انت عايز لاتحقق بيها ان شاء الله نفسك وتوصل فيها النتيجة كويسة جدا جدا طبعا الحالة المادية اه يعني خلينا نقول احنا ممكن اتوقعها عند الحوت بس خلينا نشوف ممكن دي تكون الحالة تكون كويسة بس الحوت نفسه مثلا في حاله احسن طبعا نشوف الحوت مادين اخباره ايه وصحيا اخباره ايه مادين مش مستقر او خلينا نقول اللي جاي رايح يعني بيه هو عارف رايح فيه نقطع خطة للصرف يا برج الحوت نقطع خطة كويسة محكمة كده للصرف عشان الامور متفردش مننا صحيا كويس وعندي شايفة كمان انه الصحة النفسية عنده حلوة تمام وفيها نوع بشكل من اشكال البدايات الجديدة فلا فعلا فيه معافية عند الحوت وفيه صحة حلوة جدا جدا ما شاء الله القرية كويسة استعد لفترة لو انتك تهدت يا برج الحوت فيها منافسة كويسة جدا جدا متحديات القراءة العطفية لبرج الحوت ممتز أنتمنک ممتز انبي هناك ممتز انzk Guinان يقول ليتنا بعد لا ارgro أصب pierws تمام تمام طيب حال الحوت عامل الزايد دلوقتي أعطي فيه مش مش في العموم أعطي فيه حزين على العموم حزين نجمال وحيد فيه هنا طاقة يعني مش كويسة حاصة الحوت كأنه الاغلب شايفة ان هو ممكن يكون حاسس بوحدة او حاسس ان هو خزل بشكل مال حاسس ان هو خزل تمام فزي ما قلنا انتو اللي هتغتروا وانتو اللي عارفين حالتكو عاملة ازاي اما حالة خيبة امل انا يعني اديت في العلاقة دي كتير وفي الاخر مخدتش حالة عنده حيالة واحدة شريك ومسلا مشغول عنه فحاسس بوحدة حاسس ان هو وحيد بس طيب شريك الحوت حالته عنها ازاي؟ والله يعني ما يفرقش عنك كتير لا بس انت اكيد حالتك اسوب يعني لو كان الموضوع في حنشور دلوقتي حدبان معانا القراءة اكتر شريكك برضو شايف ان هو بازل مجهود كتير وان دكتير وقت العلاقة بس ما وصلش للنتيجة اللي هو عايزها انت ما وصلش لحاجة انت بالنسبالك بالنسبة للحوت انا وصلش لحاجة خاص انا لوحدي تماما تماما؟ شريكك احسن منك شوية انا بازلت مجهود جامد قوي بس ما وصلش لنتيجة اللي انا عايزها او اللي انا كنت متوقعة فاحنا متفقين عالنقطة دي الشريك الحوت والحوت متفقين عالنقطة دي احنا بنبدي كتير قوي في العلاقة دي بس ما بنوصلش الحياة ماشي الحوت عايز ايه؟ الحوت عايز حب وعايز مشاعر لو العلاقة دي لسه ما وصلتش لمرحلة الارتباط الرسمي او الاستقرار يعني فعايز انه شريكو يقدم له حب لو هي بنت انه هو يتقدم مثلا بشكل رسمي لو هو ولد ان البنت برضو تدينه شوية مشاعر توريله انا عايزاك مثلا فهو هنا الحوت عايز مشاعر وانتوا عارفين الحوت عبارة عن سفانج كده بيترغز على المشاعر شريكو يناول عملية اصلاح في العلاقة او هو شايف ان العلاقة فيها شوية ريوب هو بيفكر شكله بشكل عملي شوية فيه حاجات لازم تتزوجت في حاجات لازم نبتدي نطورها شوية او ان احنا نصلحها تمام؟ فهو عنده نية الإصلاح الموضوع مش خلصهش ربما لا يصلوا به نتائج هل رأيت شركته ازيال؟ أنا رأيت انه لا يقوم باقي وان رأيت شركة انه لا يقيق موقف صح واذا ارى انه ماذا ستقول لكم الاتصال اي عينه ايضا هو انه لا يقوم باقي شركة الحود لرؤية انه لا يقوم باقي وانه لا يأخذ يخافا بعد عن الكلام وانه لا يأخذ خطر ما بيأخذش خطة إذا واحد بصه متربط وقف مكانه ما بتحرقش فالحوت شايف شريك انه هو يعني فيه شكل من اشكال السلبية وشكل من اشكال الفزع غير مبرر انا خايف انا خايف انا خايف يا ابني خايف من اين فنبتدي نوع نتكلم مع بعض الشريك الحوت شايفه ازاي شايفه حد قريب جدا من قلبه وحد يعني عزيز عليه جدا ويكاد يكون يعني كأنه متربط معاه من كتر ملحيمة بينهم مواده او شاف منه كل حب ده شخص شاف من حد حب دايما بيديله حب بيديله مشاعر فصورة كويسة جدا فخلييني اقول لك يا برج الحوت يعني شكل العطاء العطيفي بتاعك وصل للشريكة كويسة اوه هو واحد جرعة كويسة جدا خلاص يعني حول ما تزودش عن كده لان شريكك بيفكر بشكل عملي اكتر منك تمام؟ هو بيتكلم في خطوات 1-2-3 عايزين نصلح كذا 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 وانت واخد الموضوع بشكل درامي شوية انه لا ده ما بتهيش حبه خالص خلييني حقنين الحوت بيأفور حاجات كتيرة جدا والحاجة بتبقى مثلا 2 فلمية هو بيشوفها 70 فلمية بيأفور ادي صورة وقعية للموضوع وتصرف على اساسها تمام؟ ما اختلفناش انه فيه مشكلة لكن مش 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 بالسودة هي مش بالسودة تمام؟ الطاقة ما بين الحوت وشريكو عاملة ازاي؟ انا شايف انه هي فيها حالة حصاد حصاد ده الكارت ده بيوحي بالحصاد انه اللي انتو شايفين ان انتو محصدتهوش من العلاقة او توقعات اللي انتو كنت بتوقعنها من العلاقة وشايفين ان هي جات اقل تمام؟ او ما جاتش خالص فلا او هي جاية في الطريق في حصاد لا هتتأكد زيبر بالحوت انت وشريكك انه لأ الوقت اللي انا بزلته واديته للعلاقة دي ما رحش على الارض لا ما رحش على الارض خالص تمام؟ نستهدب الله ونستنى الحصاد جاي مفيش مشكلة كل الحكاية انه ممكن يكون فيه يعني ممكن تكبت ده بيوحي ان عايز نتاج دلوقتي عايز الحصاد دلوقتي حالا لا هتحسو بس في وقته يعني انه مثلا تحتاج لشريكك في حاجة لأ هتلاقيه مجمبك ومسانده كويس جدا ونفس الحكاية لشريك الحوت بس النصيحة اللي هتبحو لك يا بورج الحوت نخف مشاعر وحب شوية تمام؟ ايه الحاجة اللي يوري بيها للحوت وشريكه الشهر ده؟ خبر حلم بيسمعوا الحوت وشريكه خبر تانو مستنيينه لعن لو عسد يكون ده الحصاد اللي اتبتتكلم عليه الحاجة اللي مستنيها الحوت من شريكه هيحسها وحاجة اللي مستنيها الشريك الحوت من الحوت هيحسها وحيشوفها واعتقد ان الحاجة اللي مستنيها منك شريكك يا بورج الحوت هي تغيير في نقطة معينة في حاجة الشريك كان بيلح عليك ان انت تبتدي تعدلها او تصلحها في نفسك وانت تبتدي بالفعل اشتركوا في القناة